بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين آمين اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين على القوم الكافرين اللهم الطف بعبادك المستضعفين في غزة وفلسطين وفي سائر مدائن المسلمين أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انصر الحق وأهله على الباطل وأهله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم ونصرنا عليهم يا جبار يا منتقم يا الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور وفقنا الله تعالى وإياكم لمراضيه أيها الإخوة الكرام في وقت تشهد فيه أمتنا منازلة عظيمة بين الحق والباطل بين المسلمين في أكناف بيت المقدس وبين اليهود في مثل هذه الأيام والتي ينبغي أن ينشغل المسلم بنصرة دينه بالطريقة التي يستطيعها بأن يجاهد بنفسه أو أن يجاهد بماله أو أن يقاطع المنتجات التي تعين الأعداء أو أن يدعو على الأقل في هذا الوقت قام ثلة من الأوغاد الملاعين من أعداء الله ورسوله قاموا بحرق مرقد أنس بن مالك في البصرة في هذه الأيام القليلة الماضية قاموا بحرق مرقد أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد من الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أنس بن مالك من هو أنس؟ أنس أكثر الناس خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدم رسول الله ناس يعني عدد من الصحابة نالوا شرف خدمة رسول الله لكن أكثرهم خدمة أنس بن مالك ابتدأ بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره عشر سنوات وعاش في مسجد رسول الله وفي بيته وبقي خادما حتى بلغ عشرين سنة وقتوف في رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم رسول الله عشر سنوات كان رسول الله وأمهات المؤمنين يعاملونه معاملة الإبن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه ويسميه بأنيس يعني اسم دلع أنس بن مالك كل دولة وكل أرض تتشرف أن يكون في أرضها مثل أنس أما العراق فقد هي الله تعالى أو قدر الله تعالى أن يكون فيه أو غاد يحرقون قبر أنس لعنة الله عليهم وعلى من أدخل في عقولهم هذا الفكر الدخيل اسمعوا لما ورد في فضل أنس بن مالك غير القرآن الكريم من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن فضل الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان آيات القرآن لم تستثني أحداً عمتهم جميعاً فكل من يقول لك بأن هناك واحداً مستثنى من الصحابة قل له أنت تكذب الله وتكذب القرآن الله عم الصحابة جميعاً القرآن الكريم عم الصحابة جميعاً بالرضا وعمهم جميعاً بشهادة الجنة فمن كذب عليك وأراد أن يضلك عن سبيل الله وأراد أن يدخلك النار فلا تصدقوا يحذر قل له أنا أصدق الله لا أصدقك ليس لك عذر أن تقول فلان عالم أخبرني وفلان كتاب أخبرني ليس لك عذر الله تعالى يقول هو أخبرك وأنا أخبرتك والقرآن بين يديك لماذا تكذبني وتصدقه لا عذر لك اسمع لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم أم سليم هو هي أم أنس كنيتها أم سليم اسمها أم سليم بنت ملحان فأتته بتمر وسمن تمر دين حر نسمي دين حر فقال صلى الله عليه وسلم أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة بمعنى صلى نوافل فدعا لأم سليم وأهل بيتها دعا لهم فقالت يا رسول الله قالت أم سليم يعني يا رسول الله إن لي خويصة ما معنى خويصة؟ طلب خاص خويصة مصغر خاص يعني كما تقول عندي طلب عندك يا رسول الله قال ما هي؟ قالت خادمك أنس هي سابقا هي التي أتت بأنس وقالت اجعل خادما عندك يا رسول الله فقبله بعد مدة ذهب اليزورة أهل أنس يعني أمه وأباه وإخوانه قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به فادعو له يعني دائما أنس يدعو به إنسان صالح ابن بار تربى بيدك وتعلم في بيتك ادعو له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه وارزق الجنة يقول أنس فيسر الله لالاثنتين بقية الثالثة المال والولد وبقية الثالثة يلتي الجنة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد أبدا يقول أنس استجيبت دعوة رسول الله فإني لمن أكثر الأنصار مالا صار أغنى رجل في الأنصار وأما عن الأولاد فحدثتني ابنتي أمينة طبعا هو خلف من الأولاد والبنات والأحفاد ما عسر عن عدهم لا يستطيع أن يعدهم وطبعا أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في العمر دعا له في العمر والمال والولد والجنة أما بالنسبة للمال فكان أكثر الأنصار مالا كان أغناهم مع العلم هو لما أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا ولم يترك رسول الله له شيئا لكن دعوة رسول الله استجيبت هذا بالنسبة للمال وبالنسبة لعمر تعلمون متى مات أنس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيام الحسن ستة أشعر الحسن خليفة رضي الله تعالى عنه وهو خامس الخلفاء أراشدين ثم أدرك بني أمية معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز توفي في أهد عمار بن عبد العزيز أنس بن مالك عمر إلى ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني عاش عمرا طويلا وأما بالنسبة للأولاد طبعا أبناء يكبرون ويموتون وهو حي يقول بالنسبة لعدد الأولاد حدثتني ابنتي أمينة طبعا بالنسبة لأولاد والبنات وأبنائهم وأحفادهم لأنه عمر 120 سنة يعني تقريبا يقول أنه دفن أقل من 120 يعني الأمانة يقول أنه دفن لصلبي في البصرة بضع وعشرون ومئة نفس مئة وبضع وعشرين يعني قد تكون 123 24 25 إلى 29 البضع من 3 إلى 9 يعني مئة وبضع وعشرون ولدا من بنيه وأبنائه وبناته وأحفاده وأبناء أحفاده يعني ماتوا قبله 120 هذا مما أدركتهم ابنته أمينة وعلى فكرة أمينة ماتت قبله أيضا يعني بعده أيضا هو مات بعد أمينة أبناء آخرون يعني ربما خلف نحو من 150 ما بين ابن وبنت وابن وبنت وحفيد وكذا فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له والحديث رواه البخاري وأما عن عبادته فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا صلاته تشبه صلاة رسول الله من أنس رضي الله تعالى عنه وقال ابن سيرين كان أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أحسن الناس وأكثرهم في الصلاة في الحضر وفي السفر يعني كان أكثر الناس صلاة وأتقنها كيف لا تكون متقنة وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حفيده ثمامة بن عبد الله ابن أنس حفيد أنس بن مالك يقول كنت أرى جدي أنسا يصلي حتى تتفطر قدمه دما من كثرة ما يطيل من القيام أنس بن مالك تباركت العراق بمقدمه تباركت أرض العراق بمقدمه من المدينة المنورة ومكث ثم مكث في البصرة حتى توفي فيها رضي الله تعالى عنه وأرضه هذا الصحابي الجليل هو الذي أحرق بعض الأوغاد قبره قبل يومين أو ثلاثة أيام بهذا من أولئك الذين أحرقوا قبر أنس ما هو الفكر الذي دلهم على حرقه إنهم الذين يتنفسون مع اليهود من رئة واحدة أولئك الأوغاد الذين أحرقوا القبر الشريف هم الذين يتنفسون مع اليهود من رئة واحدة وهم الذين رضعوا مع اليهود من نفس الثدي الخبيث هذا الفكر نحن يعني الآن نناشد الحكومة أولا أن تحافظ على الأماكن المقدسة وإن القانون العراقي يلزم الحكومة بالحفاظ على جميع الأماكن المقدسة ديننا علمنا أن نحترم حتى من نختلف معه في فتح بيت المقدس التي فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يصلي حكم وقت الصلاة وأراد أن يصلي دعاه القساوس ليصلي في الكنيسة دعاه ليصلي في الكنيسة فرفض عمر أن يصلي في الكنيسة لماذا قالوا ألا يجيز دينكم أن تصلوا في الكنيسة قال بل لا يجيز هي مكان أرض طاهرة ليست نجسة يمكن أن يصلي بأي أرض طاهرة ليس مشكلة لكني أخاف أن يتخذ الناس هذه الكنيسة مصلة يعني أخشى أن يهدمها الناس بعدي أنا الآن لن أسمح لأحد أن يهدم كنيسة ولا أن يكسر صليبا أبدا يوجد عندنا مسجد المسجد الأقصى إرث الأنبياء لكن كنيستكم ككنيسة القيامة وكنيسة المهد لا تزال إلى يومنا هذا هي كنائس صلى بأرض فارغة ضمن البقعة المقدسة يعني ضمن بقعة بيت المقدس لكنها أرض فارغة وفعلا فيما بعد بناها المسلمون مسجدا وهي الآن المسجد الأقصى والتي تعرف بالمصلى العمري إلى الآن يسمى أحد أقسام المسجد الأقصى بالمصلى العمري وهو المكان الذي صلى فيه عمر قال عمر لا أريد أن أصلي هنا فيأتي من بعدي فيهدمون الكنيسة وأنا لا أريد أن يهدم أحد كنيستكم هكذا علمنا ديننا أن نحترم البقاع المكرمة حتى مع الذين نختلف معهم فإن أناشد الحكومة أن تتابع إما بواسطة الكاميرات أو بواسطة الشهود أو بواسطة سؤال الناس عمن قام بهذا العمل القذر الخبيث وعمن وراءه وعمن يعني يجب أن الجاني ليس مجرد أن يعاقب عليها قضية جنائية بل قضية سياسية تعال من الذي أخبرك بأن أنا السيء من الذي قال لك بأن أنس يعني ليس ليس إنسان مقدس ولا إنسان مكرم من الذي أخبرك يجب أن تعرف الخيوط وأن أناشد ديوان الوقف السني الذي يعني يتبع له هذا المكان المكرم أن يعيد بناءه وأن يضع عليه حرسا وأن لا يتماهلوا في هذا الأمر أن يعمروه وأن يصلعوا ما أفسده الأوغاد من أعداء الإسلام أنا أناشد جميع الجهات للقيام بما يلزمهم وإنا لله وإنا إليه راجعون نعود الآن إلى ما وردنا من أسئلتكم لنبدأ على بركة الله أخ يسأل يقول إذا انتهيت من سورة و يعني إذا قرأت سورة وأنا أصلي وهذه السورة فيها آية سجدة ماذا أفعل هل أسجد بدون ركوع أم ماذا وإذا كانت في الركعة الأخيرة وسجدت هل أكمل التشهد أم أرجع وأرجع أرجع جواب بالنسبة لآيات السجدة من قرأها خارج الصلاة يسجد كذلك من سميعها من إنسان يقرأ قراءة مباشرة ليس من تلفزيوان ولا من راديو من قراءة مباشرة يسجد ولكن إذا كان في الصلاة ماذا يفعل إذا كنت مأموما لست إماما وقرأ أهل إمام ولم يسجد فلا يحق لك أن تسجد لأنك ملزم أن تتابع إمامك لكن إذا كنت منفردا أو كنت إماما نعم أنت تقرأ وصلتك آت السجدة أترك القراءة وانزل واسجد اسجد سجدة واحدة ليس سجدتين ثم أرجع وقوم الركوع الركوع لم يأتي وقته بعد ولا يمكن أن يسقط الركوع من الصلاة الركوع ركن تقوم وتعتدل إن شئت أكمل القراءة إذا كنت تقرأ وإن كنت قد أكملت القراءة فاركع بعد أن تعتدل يعني بعد أن تقوم من سجدتك وهي مو سجدة الصلاة هي سجدة قراءة أنت قرأت آية بها سجدة ونزلت سجدت فمن تسجد سجدة واحدة ترجع تقوم تعتدل ثم أركع إن شئت أكمل القراءة لأنك لا تزال في طور القراءة بعدك ما وصلت إلى الركوع وإذا تقول خلص كملت قراءة بعد أن تعتدل اركع مو سجد الأرض الركوع هذا سبحان رب العظيم بعد القراءة اركع ثم سمع الله لمن حمده ثم سجد سجودك في الصلاة هذا إذا كان في آخر ركع أو في غير آخر ركع يعني آخر ركع ربما في صلاة الفجر أو في نافلة لأن الظهر والعصر والمغرب والعشاء آخر ركع ليس فيها إلا الفاتحة نعم أخ يسأل يقول أنا متخرج من جامعة في قسم المحاسبة منذ أربع سنوات والتوظيف في العراق صعب جدا وأنا أعمل الآن عمالة مصطلح العمالة باللهجة العراقية يعني عامل بناء يعمل عامل بناء متخرج من الحاسوب ويعمل عامل بناء ليش ماكو وظائف ليش ماكو وظائف الميزانية طيب العراق بلد نفط بلد ملي بالخيرات الموظفين كثيرين العراق ضمن أكثر الدول في العالم بكثرة الموظفين هذا هو الذي أعلنته الجهات المالية بحسب صرف الرواتب ولكن هذا الكلام ليس صحيحا الكلام ليس بسبب كثرة الموظفين السبب أنه بسبب الكلام أو الحكم بسبب كثرة الفضائيين التي لم يستطع أي حاكم أن يحل هذه المشكلة إنسان ربما عنده عشرون راتبا ثلاثون راتبا خمسون راتبا لا تستغرب خمسون راتبا لكن ليس باسمه راتب باسمه وعنده تحت ليه تسعة واربعون اسما لا يوجد لا في سجلات الدولة المدنية ولا العسكرية لا يوجد اسما وهمية طيب لكن يستلم عليها راتب إضافة إلى أسماء من أناس غير عراقيين يستلمون راتبا من العراق من دول شتى ليس من دولة واحدة هناك منظمات هناك أجات كثيرة تستلم راتب من غير يعني هذا لست أنا الذي أقوله قاله مسؤولون في الدولة مسؤولون في الدولة قالوها و أنا سمعته منهم و إلا ما ما الذي أدراني مسؤولون في الدولة قالوا هناك أموال تصرف لهم منظمات غير عراقية طيب هذه كلها محسوبة ضمن الرواتب لذلك فكفاءاتنا تعمل عمالة متخرج من الحاسوب متخرج من قسم المحاسبة متخرج من كذا ماذا يعمل يعمل عمالة على اهتيحال فيقول تعبت من العمالة و أتيحت لي الآن فرصة للتعيين لكن يشترط أن ندفع فلوسا علما أن وظيفة محاسب هذه الوظيفة محاسب و هي ضمن اختصاصي و مؤهلاتي هل يجوز لي أن أدفع مالا لأجل هذه الوظيفة اسمع أخي المسألة فيها تفصيل هي طبعا هذه رشوة هذه رشوة لكن هل دائما الرشوة تكون حراما لا الأصل في الرشوة أنها حرام نعم لكن أحيانا تكون حلالا وهي إذا سلب منك حق لا يعود إلا بها يعني مثلا سايق سيارة تحمل و دائما شب طريق وقف تسيطرة لو تنطين فلوس لو ما نخليك تفوت شن الفلوس تريد سميها خاوة تسميها رشوة حاجة زايد ما أريد انطيني فلوس ومر الله وياك تنطيه و لا ما تنطيه انطيه لأنه سلب حقك في المرور في هذا الشارع بشرط أن تكون يعني تحمل حمل ليس فيه مشكلة يعني مو شائل حمل قتشاغ أو شائل حمل مخالف ممنوع وتريد انت تمر تنطيه فلوس لا هذا حرام ما يصير التجارة بالممنوع حرام لكن حمل صحيح ما بيه أي مشكلة ولا ورغم ذلك يريد أخذ منك زيان شيئا بسبب القوة ودفعها أو عندك معاملة من حقك بصفتك مواطنا معاملتك تمشي وبالوقت المعين وناجزة والله ما انطيك ياها لا تنطيني فلوس هذا الموظف يستغل ضعف الرقابة ويا ليتنا نعيش في ضعف الرقابة لكن عدم رقابة يقول لك ما انطيك ياها لا تنطيني فلوس تنطيه فلوس وخلها ماذا يسوي معاملتك ما تمشي مثلا على أي اتحال بالنسبة للتوظيف بواسطة الأموال هناك شروط إذا توفرت فيك نعم يحق لك أن تدفع مالا وتتوظف الشرط الأول أن تكون الصفات المطلوبة متوفرة فيك والشرط الثاني أن لا تكون هذه الأموال التي تدفعها سببا لأن تتقدم على من هو أولى منك نوبات أولوية يعني ذاك أولى منك له قدم عليك شنو قدم إما شهادة أعلى مشهادتك وإما خبرته أكثر من خبرتك وإما سنة تخرجه أقدم من سنة تخرجك عموما هناك من هو أولى منك وقد حرم بسببك خنقل أنت سرقت الدور مالا بأموالك لا في هذه الحالة حرام أما إذا كان بعض الوظائف يعني تعلن بس بفلوس يعني إذا مو فلوس ما حد يتعين هو التعيم بفلوس خلاص بيعشرة واحد مسؤول ومتنفذ في أحد الحزاب الحاكمة يقول لك أنا أريد فلوسي العين هو المدير زين ففي هذه الحالة لو قلنا بتحريمها مطلقا ما رح يتعين أحد ما رح يتعين والدولة محتاجة محتاجة لهذا المقعد الوظيفي فهنا الدفع لا يكون حراما لكن بشروط التي ذكرها طيب هنا سؤال أبي طردني من البيت أقسم بالله أظهر أنها أخت أقسم بالله كل شيء ما مساويت له عموما ما قوله بمرأة طرد من البيت دون أن تكون متزوجة علي تحال أبي طردني من البيت دون أن أفعل أي شيء مع العلم لم يعطوني شيئا من الإرث ورغم ذلك قلت لا بس يعني كاتب ما يخالف قلت لا بس وهؤلاء هم أهلي وأختي في بغداد منعوها من أن تدخل بيت ولا تخابرني يعني هكذا السؤال الظهر أنه طردوا ابنهم أو ابنتهم من البيت لأنه الكتابة خطأ بالإملاء كتابة خطأ على قد الحال يعني عموما إنسان طرد من بيت أهله دون الذنب وحرم من الإرث ورغم ذلك هو لم يداعي بالإرث أخته في بغداد منعوها أن تأتي إلى البيت ومنعوها أن تتصل به إلى آخره يعني لا يجوز يا إخوان المشاكل لا تحل بهذه الطريقة المشاكل لا تحل بالطرد تعمير الدار خير من هدمه تعمير الدار الدار المتهالك تعميره خير من هدمه طيب فهذه مثل هذه الأمور تؤدي إلى تفاقم المشكلة إنسان يطرد من البيت لماذا؟ بسبب ذنب نرتكبه لنقول أنه مذنب لنقول أنه مسيء طيب هل هذا سيصلحه أم سيفاقم المشكلة؟ سيفاقم المشكلة وسيتحول السوء إلى عداوة وسيتحول إلى كره يعني بدلا من أن تصنع عدوا يكرهك اصنع صديقا يحبك اجعل منه صديقا أعده إلى البيت وانصحه بالنهاية ابنك لك يا أب ابنك حزام ظهرك احتزم به اجعل منه صديقا اجعل منه معينا بدلا من أن تجعل منه عدوا يعني كثير من الحالات أب طرد ابنه كبر الأب ضعف الأب الابن ورث كرها من الأب لأنه طرده صغيرا ما عاد يذهب إليه اذهب وساعد أباك يقول لا لن أساعد أبي هو لم يتربى تربية صحيحة هذا الابن لا يوجد عنده الدين الذي يحثه ويأمره أن يبرأبه ما عنده دين ليش؟ من هو صغير طرد أبو وين تريد يتربى الابن إذا لم يجد أبا وأما يربيانه من الذي سيربه سيتربى في الشارع فأنت جعلت ابنك يتربى في الشارع يا أخي إذا لم تأمر ابنك بالمعروف وتنهى وعي المنكر ولم تربه التربية الصحيحة فأنت بلا شك صنعت منه إنسانا فاشلا في المجتمع أولا وأنت خسرته أنت ستخسر أنت خسرته أنت ستخسر حزم ظهرك أنت ستخسر معينك عند كبرك ستخسر معينك عند كبرك أنت عبالك بهاي القوة رح تبقى في النهاية كله قوي للزمان يلينه فهذه حقيقة لا أنصح أبدا بها أنصحوا الآباء بأن يحتووا أبنائهم إذا أساءوا يقومونهم بالنصيحة حتى لو كان بالعقوبة التي تردعهم لكن ليس بالطرد أنت تصنع منه عدوا عموما أخي اصبر واحتسب بالنسبة هذا بالنسبة للنصح للآباء بالنسبة لأبناء أولا لا تستسلم للطرد ولا تتربى في بيوت الغرباء أو في الشارع إنما اذهب إلى من تعرفهم يؤثرون على أبيك من أقاربك من أعمامك من أخوالك أو حتى من أصدقائي أبيك المقربين اذهب إليهم وانتخي بهم واطلب منهم أن يكلموا أباك ليرجعك إلى البيت هذا أفضل لك وليأبيك أخت تسأل طالبة تقول أنا طالبة هل يجوز أن أتفق مع أستاذ يشرح للدرس يعني يعيد لي شرح الدرس لأن دائما عندما أذهب إلى الطالبات لا يعطونني المعلومات الصحيحة يعني يحافظنا على معلوماتهن ولا يعطينا معلومة لا حول ولا قوة إلا بالله وأحيانا يعطينني معلومات خاطئة عندما أراجعها أجدها خاطئة فأضطر أن أتواصل مع الأستاذ ليشرح لي وأقول أخشى أن يكون هذا حراما وأنا أخاف من الحرام وشكرا لكم أولا بارك الله فيك وثبتك على الخوف من الحرام ثانيا بالنسبة للأستاذ يعني يجوز لا بس طبعا هو أستاذك لكن على لا يكون هناك خلوة بينك وبينه وإذا كان بواسطة التواصل الاجتماعي يشرح لك عبر برنامج من برامج التواصل لا بس على أن يكون التواصل على قدر الشرح يعني على قدر الدرس ليس أكثر من ذلك لا لا تعثمين يعني أنت أصلا تدرسين عنده وأستاذك وأنت تدرسين عنده ما الفرق إذا درستك درستك هنا أو هنا لكن المهم لا يكون هناك خلوة في مكان بينك وبينه إذا كان حضوريا وإذا كان بالنسبة لمواقع التواصل على أن يكون التواصل على قدر الدرس فقط لا تعثمين في ذلك بالنسبة للطالبات حقيقة كلام عجيب طالبات يرفضنا إعطاء المعلومات يرفضنا إعطاء المعلومات للطالبة الأخرى يعني ما هذه الأثرة الأنانية ما هذا الحسد يعني الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب ما هو الحسد الحسب تمني زوال نعمة الغير أو تمني يعني يتمنى إنسان ألا تنزل النعمة على هذا الإنسان الآخر هذا الحسد أنت شون القهرش إذا مثل ما تعلمت أنت صاحب تيجي التعلم ربما غابت ربما كانت مريضة ربما عندها ظرف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار فإذا كان إنسان عنده معلومة يحرم عليه أن يستأثر بها شعرنا قابل قابل أمور ستراتيجية ما الدول قابل أمور مخابراتية حتى ما نخابر أحد بها معلومة بالكتاب أنت تشرحيها أو ما تشرحيها هي راح تلقها بالكتاب لكن أحيانا الشرح يسر القراءة يسر ما في الكتاب فلماذا تحجبون المعلومات من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يقول النبي صلى الله عليه وسلم وثم التعليم يعني له أجر عظيم لماذا تزهدون بهذا الأجر فطامة كبرى إذا إنسان يسأل عن معلومة يعرفها ثم يكتمها طامة يقول الجم لجام من نار والأشد منها إثما أن يعطي معلومة خطأ أن يعطي معلومة خطأ هذا خيانة خيانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فليشر حدكم بما هو صانع لنفسه فهذه مشورة فإذا أعطيت مشورة خاطئة فهذا من خيانة الأمانة لأن المستشار مؤتمن فكل الأمرين حرام فاتقوا الله ربكم سؤال يقول أحيانا أطلع إلى مكان مثلا عرس أو دعوة تفوتني صلاة الظهر والعصر والمغرب أحيانا هل يجوز كلهم وصليهم جمعا أم صلية متفرقة العصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا يعني أنت قبل أن تسأل عن القضاء اسأل عن الحكم هل أنت عاصي أم لست عاصيا قبل ما تسأل شلون تقضي هنا شو أنت ما سألتني حرام عليه لو محرام هذا مو عذر كونك رايح إلى عرس مو ضرورة كونك رايح إلى أي مأرب كان يجب أن تخصص لك وقتا تصلي فيه أنت رايح إلى عرس لازم أكون مكان فارغ صلي بي طيب ثم شنو إذا أذن وردتك على الجامعة خمس دقائق ورجعت تكملت العرس اللي أنت كنت به ما رح تنقص شيء الصلاش قد تأخذ منك خمس دقائق عشر دقائق إذا كانت بالجامعة خمس دقائق إذا كنت وحدك هذا ليس عذرا تقع بالكبيرة طبعا أنت ملزم بالقضاء ولكن عليك الإثم الكبيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله تعالى في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هل المقصود به تارك الصلاة لا الذي يقضيها يؤخرها عن وقتها دون عذر لأن الله سمهم مصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل هو وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره نسوا الله تعالى السلامة والعافية فاحذر طيب وقعت منك ما الذي تفعله تقضيها عندما ترجع مباشرة تقضيها جميعا واحدة بعد الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها مباشرة مع أقرب زوال للعذر تصليها بحسب الترتيب ما هي عورة الرجل أمام رجل ثاني أورة الرجل أمام الرجل الآخر هي ما بين السرة والركبة يحرم أن يظهر شيء من ذلك والأورا أن لا يظهر شيء حتى من السرة والركبة يعني هلما داخلان أو ليس داخلين في أخلاف لكن الأورا أنهما داخلان أن لا يظهر شيء من الركبة ولا من السرة هذا بالنسبة لأورة الرجل أمام الرجل أما ما فوق السرة وما تحت الركبة فيجوز يعني ظهوره من الرجل سؤال يقول أنا أعمل جمعية سلفة شرحنا سابقا جمعية السلفة ونعيدها باختصار هي متشرة عندنا في العراق وكذلك في كثير من الدول يأتي مثلا عشرة أشخاص يتفقون كل منهم يضع مبلغا من المال بالتساوي ثم في كل شهر أو نصف شهر بحسب اتفاق المدة الزمنية يأخذه واحد منهم تفقوا كل واحد يخلي مثلا مئة ألف دينار عشرة أشخاص تشغل صارا مليون سووا قرأة أخذهن زيد الشرح الأخر هم كل من خله مئة ألف أخذهن ساعدة أخذهن خالدة أخذهن علي أخذهن محمد هكذا في النهاية كل إنسان ترجع عليه أمواله لكن تيجي مجموعة هذه جائزة من حيث الجواز جائزة تتجمع في العادة عنده واحد هذا يكون هو مدير المشروع مدير الجمعية فيقول أنا أسوي سلفة ومرات أكوناس يحتاجون ويجوني يريدون أداينهم من السلفة وأنا حتى أنا مرات أحتاج منه هذا مدير المشروع أخذ منه ومن يجي وقت تسليم أرجع طبعا وقت التسليم يكون مثلا يوم واحد بالشهر أكوناس قبل يوم واحد بسبوع بسبوع ثلاثة يقول مشتركين بالسلفة يمكن أن يقول لهم أو أن يقول لبعضهم مثلا اثنين ثلاثة منهم يقول لهم يا بأ والله نوبات نحتاج أو واحد يحتاج يصير أن ننطمن فلوسكم قالوا لهم ما يخالف إذا عندنا ما يخالف إذا أنتوا قلتوا لثلاثة فأحدكم ثلاثمائة ألف يدينون منهن لأن هذا مأذون من قبل أصحابها وإذا قلتوا للجميع دائنوا بما تشاءون وأنتم ملزمون بسداد المال في وقته الله تعالى يقول في القرآن الكريم يسأل سال آخر يقول الله تعالى في القرآن الكريم فأما الذين شغوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد يقول كيف دخلوا الجنة ولم يأتي يوم الحساب بعد لأن الله يقول ما دامت السماوات والأرض أيضا كثير من الآيات ذكرت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون اليوم في شغل فاكهون وهكذا هذا يسمى الحديث عن المستقبل وهو سائغ في اللغات العربية العرب إذا أرادت أن تجزم بوقوع أمر في المستقبل أعطته صفة الماضي أعطته صفة الماضي كأن ما حصل وهذا نستعمله في اللهجة العامية نستعمله اليوم مثلا افترض واحد يقول لك أريد منك خدمة باشر شنو؟ والله إذا تجي وياه على فعال مكان تقوله صار هل هو صار؟ لا ما صار بعد باشر يصير لكن تقوله صار باعتبار اعتبره صار أو مثلا تقوله والله محتاج مليون دينار يقولك وصلك هو وصل؟ لا لكن لشدة تأكدك تقوله وصلك لا هو بعد ما وصل فعندما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك قالوا في الجنة أولئك قالوا في النار اعتبرهم حتى حصل هذا في الجنة واعتبر هذا حصل في النار هو حديث عن المستقبل وهذا يكون بعد يوم القيامة بعد الحشر وبعد الحساب فهذا أسلوب سائغ في اللغة العربية وإنما استخدم الله تعالى صفة الماضي على اعتبار أنه ناجز وحق لا مريت فيه أبدا أخو يسأل يقول توجد أواني زجاجية مرسوم عليها صورة حيوانات ما حكم الأكل فيها حلال أم حرام لا ليس حراما يكره لكن ليس حراما عموما الأكل فيها حلال إن شاء الله سؤال يقول فقد شخص مفقود فشهد اثنان على أنه قد قتل شهدوا أمام القاضي فحكم القاضي بوفاته وثم توزيع تركته بين زوجته وأبنائه بعد مدة تبين أنه مسجون وبعدها خرج من السجن فوجد أملاكه قد أخذه الورثة وهي الآن بأسمائهم فلترجع له أم تبقى عند الورثة لأنهم أخذوها بحكم القضاء القاضي لاحظ أخي بنسبة المفقود إذا ظهر حيا مفقود وظهر حيا وكيف يعني يحكم على المفقود بينهما ييت إما بالبينة الشهود مثل هذا اللي بالسؤال وإما بمضي المدة إذا فقد مفقود وغلب على الظن وفاته لا يوجد له أثر وفي مكان يقتل فيه الناس وتضيع فيه الدماء كما حصل في السنوات الماضية الذي يخطف يعني لا يبقى له أثر يقتل فهنا ينتظر أهله أربع سنوات بعد الأربع سنوات يرفعون أمرهم إلى القاضي فالقاضي يقضي بوفاته هنا تعتد زوجته وتقسم تركته يحكم بينهما ييت الآن نأتي إلى الحالتين إذا شهد شهود على أنه مات وقسمت التركة ثم ظهر أنه حي ورجع وجد تركته وقد قسمت لا شك أن الأموال منها ما هو قائم ومنها ما هو متلف فالقائم بيوت بعدها موجودة سيارات بعدها موجودة أثاث ربما فلوس مبالغ لا تزال موجودة هذه كلها ترجع له ترجع له كيف ورثها أبنائه ورثها على أساس أنه ميت تبين أنه حي خلاص اللي زالت فترجع المال إلى صاحبه هذا بالنسبة للمال الذي ولا يزال قائما طيب والمال الذي أتلف مثل شون مال أتلف سيارة وباعها ابنة جدت حصة إلى وباعها وأكل فلوس هوا راحا أو فلوس صرفت أكلوا شربوا راحا يعني من الذي يتحملها ومن الذي يرجعها يتحمله الشهود لأنهم هم الذين أوهموا القضاء فحكموا له طيب ليش ما يرجعوا الورثة الورثة أكلوها بحق لم يأكلها بباطل أكلوها على أساس أن مورثهم مات فهم في الحقيقة في الشريعة الإسلامية الورثة من حقهم أن يأكلوا مال الميت مورثهم فهم أكلوها بحق لم يسرقوها منه فمن الذي يتحملها يتحملها الشهود لأنهم شهود زور فالأموال القائمة ترجع له والأموال المتلفة يتحملها الشهود طيب أما بالنسبة إذا لم يكن هناك شهود إنما قضى القاضي بسبب نهاية المدة أيضا المال القائم يرجع إليه المال القائم يرجع إليه طيب والمال المتلف كما قلنا لا يوجد شهود وهم كما قلنا أكله بحق لم يأكله بباطل يظنون أنه مات وصار الورثة لهم هنا خلاف بين العلماء فقيل يضمنونه تقصيطا عندما يكون عندهم حال ميسر وقيل لا يضمنونه والفصل في هذا للقضاء الفصل في هذا هل يضمنون أو لا يضمنون للقضاء نعم لكن الأموال قائمة ترجع إليه هذا بالنسبة لحكم المفقود إذا تبير أنه حي هنا تقول أنا امرأة محجبة ماذا أفعل بشعري الذي وتحت الحجاب عند الخروج من البيت هل يجوز أن أرفعه بقراسة الشعر أم أفعله ظفيرة ما دمت محجبة أختي فافعلي أي شيء يدفع الفتنة والفتنة تحددها الأعراف فإذا كان رفع الشعر بالطريقة التي تشبه سنام البعير يؤدي إلى فتنة في هذا الموضع لأن أحيانا في بعض المواضع يكون هذا المودي الفتنة أن يلفت الأنظار هذا يكون حراما حتى لو كان تحت الحجاب أما إذا جرى العرف في بعض المدن يجرى العرف على هذا ما حدبه وعليه كل النسوان مسويت هذا الشيء هنا لا يكون حراما فبحسب العرف ما ترينه فتنة في بلدك الذي أنت فيه أو مدينتك التي أنت فيها ما ترينه فتنة تجنبه أختي حتى لو كان تحت الحجاب وما لم يكن فتنة فليس حراما بلا شك أخ يسأل يقول في مسجدنا إمام يقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أواخر سورة الحشر يوميا ويكرر كلبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم يقرأ أواخر الحشر هل يستحب قراءتها في هذه الأوقات وبهذه الطريقة وإن كان الصحيح ما هو فضلها نعم الرجل عمله صحيح عمله صحيح و فيها سنة الحديث وإن كان ضعيفا لكن الحديث الضعيف يأخذ به في فضائل الأعمال حديث روى الترمذي وهو ضعفه كذلك قال عنه الإمام النووي ضعيف لكنه يأخذ به في فضائل الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح يعني الصبح أعوذ بالله السمعي العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا ثم قرأ أواخر سورة الحشر يعني من أعوذ بالله السمعي العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا يقرأ أواخر الحشر من هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى نهاية الحشر صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيه فإن مات مات شهيدا صلى عليه كم سبعون ألف ملك حتى يمسي يبقى الصلاة من الملائكة الاستغفار صلاة الملائكة الاستغفار يعني يقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان فهذا عمل عظيم ومن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك يعني إلى أن يصبح فالثواب عظيم نعم يستحب قراءة أواخر الحشر والحديث كما قلنا يؤخذ به في فضائل الأعمال وهذا من الأعمال العظيمة فيستحب قراءتها أواخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوة والأرض وهو العزيز الحكيم ثلاث آيات آخر ثلاث آيات من سورة الحشر كم طالت عندي الآن دقيقة دقيقة واحدة وقبلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم هذه الآيات الكريمة تقال في الصباح وفي المساء نعم في المساء ممكن بعد العصر ممكن بعد العشاء بعد المغرب يعني ومن لم يقرأ وراد بعد العشاء عموما كلما قرأتها أبكر أنت كان لك نصيب أكثر من استغفار الملائكة سبعون ألف ملك يستغفرون لك سؤال أيضا يقول دخلت المسجد فوجدت المصلين في السجود أو في التشهد الأول السؤال هل أنزلوا أسجدوا معهم أو أجلس جلس التشهد أم أبقى واقفا أنتظروا حتى يقفوا في ركعة الثالثة واقتدي بهم لا أخي تلبس مباشرة بالركن الذي هم فيه تلقى ساجد اسجد تلقى قعدة تشهد تشهد صح هذه الركعة لا تحسب لك لكن ستنال أجرا زائدا ستنال أجرا زائدا وقبل أن تسجد عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن وتكبر أن تواقف تقول الله أكبر ثم أنزل إلى السجود أو أنزل إلى التشهد صح هذه الركعة لم تحسب لك لكن عندما يقومون إلى الثالثة أنت ستقوم معهم وستبدأ تحسب لك الركعات نعم متى تحسب الركعة للمقتدي إذا وجدت الإمام راكعا يعني قرى الفاتحة وما بعدها من ما تسمى القرآن ثم ركع أنت أدركته راكعا قلت نوت نصلي فرض الأشياء الله أكبر ثم ركعت الله أكبر هنا حسبت لك هذه ركعة حسبت لك ركعة فإذا كانت هي الركعة الأولى عند الإمام يسلم تسلم معه لكن من قال سمع الله لمن حمد راحت الركعة اقتدبي يعني لا بس تقتدي وتسجد معه صح ما تنحسب لك لكن تحسب لك أجر هذه الأركان الزائدة وأنت مثاب عليها فلا تضيحها نعم هنا سؤال الآن توجد ما يسمى البالة الألكترونية مثل بالة الملابس متاجر تبيع صناديق مغلقة فيها الألكترونيات مختلفة مثل شاحنات موبايل سماعات وأحيانا الموبايل القديم وأحيانا اللابتوب زين ما حكم شراء هذه الصناديق علما أنها تباع بالكيلوغرام لاحظ أخي إذا كنت تقصد أنها تباع كقطع خردة لأجل الإطلاف لأجل أن تكسر وتباع ربما أليمنيوم ربما تباع رصاص ربما تباع بلاستيك ربما تباع أي طريقة يعني قطع مكسرة تذهب إلى مصانع إعادة التدوير هذا حلال حلال أنت مشتري بالكيلوغرام أما إذا كانت مقصودة بذاتها الناس تدور يقولك لا أنا ما مشتريها لكسرها لا أنا دور الشاحنة زينة أدور ربما ألقاني وحظي لابتوب زين ألقى يجوز موبايل ألقى يجوز سماعات وإلى آخره هذا لا يجوز هذا يسمى بيع الغرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والمقصود بالغرر الشيء المجهول هنا أنت اشتريت شيئا مجهولا بثمن معلوم ثمن معلوم اشتريت يجوز يسوى الفلوس اللي انتهتهم يجوز يسوى أكثر يجوز بالخير الذباء كله متلف ما بي شيء براس خير البالة في هذه لا تجوز البالة لا تجوز أما بالنسبة لبالات الملابس بما أنها بالأصل معروفة أنها ملابس وتباع على أنها ملابس مستعملة وقد يقال أحيانا هذه بالة قمصان هذه بالة قماصل هذه بالة بناطير هذه جائزة إن شاء الله لأنها تباع بكل حال وسعرها قريب من سعر الشراء لكن هذه أمور مجهولة لا نعرف ما هي ولا نعرف مدى صلاحيتها من عدمها هذا لا يجوز هذا من بيع الغرر كذلك ما يعرف بصندوق الحظ صندوق الحظ واحد يشتري علبة بثمن مقطوع الثمن معلوم لكنه ما يدري ما يدري شنل بيه هو وحظة ربما تطلع عملة نقدية أكثر مما دفعه ربما يطلع حاجة سخيفة السعر فيها يعني خنقل راح حرامات وربما حاجة أغلام ما دفعه ربما تعادلها هذا كله لا يجوز هذا ماذا يسمى يسمى بيع الغرر يسمى بيع الغرر وهو حرام لا يجوز شرعا نعم هنا سؤال أخ يقول أريد أن أعرف عدة الخلع هل على المختلعة عدة أم فقط على الطلاق أنا خلعت زوجي في المحكمة فما الذي يجب علي الآن الخلع تقع به طلقة أختي على رأي جماهر العلماء عدة الحنفية والشافعية والمالكية الخلع تقع به طلقة فيجب عليك ما يجب على المطلقة بالعدة ثلاثة قرؤ والمقصود بثلاثة قرؤ يعني ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار واضح هذا إذا يعني كنت متزوجة فعلا يعني كان الدخول قد تم أما إذا يعني تطلقت قبل الدخول ليس عليك عدة المطلقة أو المختلعة نفس الشيء إذا كان قبل الدخول ليس عليها عدة يمكنها أن تعقد بنفس اليوم الذي تطلقت فيه إذا لم يكن هناك دخول أما إذا تزوجها زواجا نظاميا ودخل بها نعم تجيب عليها العدة نعم نفس الأخ السائل الأخت السائلة تقول علما أني كنت زعلانة في بيت أهلي ذكرت مدة لا أدري يعني حتى لو كنت زعلانة سنين أختي تلك المدة أنت في ذمته أنت في ذمته لذلك تجيب عليك العدة المرة إذا كانت في ذمة الزوج حتى إذا زعلانة حتى إذا كانت متفارقة حتى إذا كان الزوج مريضا لا يأتي أهله العدة لا علاقة لها بمسألة الجماع ما جماع ما دام قد دخل بها ولو مرة واحدة تسمى امرأة مدخولا بها وإن فارقها بعد ذلك سنوات العبرة للعقد ما دام العقد قائما فالعدة واجبة عند الطلاق طيب انت زعلانة صالي شهر لنفترض أن زوجك أراد أن يرجعك ما تفعلون ترجعيني مباشرة انتفقتوا أنت وياد تفقتوا أهلكم تفقتوا على الرجوع ستعقدون عقد جديد أو ترجعيني مباشرة ترجعيني مباشرة لأن العقد قائم العقد قائم فكذلك إذا كان هناك طلاق فيكون هناك بعده عدة واجبة شرعا انتهى وقت البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من يومكم صالحة العمام صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبتم بخير ودنتم بعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة